اشتركوا في القناة في مجالاتنا هي خارج الملعب دلوقتي المقضية مش هتكلم في مؤمن ولا في الاهل ولا في الزمان إنما هتكلم لعب معارض أنا ما شفتش على فكرة الورق عشان كده مش هقدر حكم إنما أنا هحلل الموقف لعب أنا عندي لعيب أعرصه النادي تاني عملت عقد السلاشة بيني وبين النادي التاني هذا العقد يا إما يكون في وعد بالبيع يعني بيسمح للنادي إلا أنا نكون اللاولاوين المجاحات بينتقل إلى مرحلة الشراء يبقى أوتوماتيكيا بيدفع كنا وياخده اللاعب أو يكون فيه نص صريح بعودة اللاعب فورا انتهاء أعرصه تمام هنا أي تصرف غير التصرفين دول يبقى الطرف الذي أخلى قد أخطأ تمام يعني أنا أخذت اللاعب أعرصه وعندي عقد مع نادي بتاعه بيقول إنه يرجع نادي فورا انتهاء لأعرصه تمام وهناك اللاعب يتقول إمتى في طارات القيد تبدأ من إمتى وإمتى يبتدي السبدال وكل شيء متنظم القضية دي تتحل في خمس دهائل لو الناس عايزة تحلها خمس دهائل لكن إذا كان المسألة إنه هنقدم نشوف أطراف القضية ونعمل والحلول الوسطة ونمش عايزين نزع على حد أو مش عايزين نقصه على حد هي القضية كلها من يوم ما كنت أنا في لجنة شؤون اللاعبين في بداية التسعينات لحد اليوم مرورا بقى ونعيده مجلس إدارة في الأهل وفي الاتحاد وكل هذا الكلام موجود ومتنظم ولكن الناس لما بتيجي تطبق إلى وايح بتنظر إلى أطراف المشكلة مش بتنظر إلى الموضوع نفسه مزبوط الموضوع ده كلمة ورد غطاء أنا في التحاد الكرة لما موجودة هتقولي الشكوى الشكوى دي لازم تتضمن مستندات المستندات دي لازم تكون كاملة وتكون من حق الذي يقدم المستند أنه يتعاقد يعني أنا دلوقتي زي ما قلت لك إذا كان النادي قد كسب في العقد أن أنا من حقيقة احتفظ باللاعب بعد نهاية مدته مقابل سداد مبلغ وليا الأولوية خلاص ضحقه لا ده مش مكتوب فيه كده إذا لن يرجع لناديه بعد ما يرجع لناديه يبقى كل الأطراف الأخرى في حالة حيات بعد كده تمتد المرحلة تانية مين اللي عايز اللاعب وأنا صاحب اللي عمت فرص فيه ولا مش عايز أفرص فيه ونبتدي هنا أخش في المرحلة التانية أنا إذا كنت عايز أفرص فيه بطلب الرقم المادي ولي بيتفل معايا بقوله صاد اللاعب مفيش حاجة أسهل من كده أي كلام تاري بقى صلحنا مضناها عن رغبة لما أنت مجد تمضي لعيب وأنت مش من حق تمضيه مجد تمضي لعيب وهو مرتبط ما ينادي آخر وما سأزمتش النادي الآخر هذه الحالة منصوص عليها في اللوائح فإن اللي يرتكب مثل هذا الأمر عليه مخالطة وضده لكن لا قاعد يختار من هذه الأمور أنا هتذكر هتذكر مشكلة الكابتن أحمد حسن كابتن حسن حمدي اتفق مع المواند إسماعيل عثمان وهما بيتفرجوا في مصورة الإسماعيلي على ماتش الشباب السعودي والإسماعيلي وقال له إحنا أنتوا حبيعوا كابتن أحمد زكي قال له إحنا حطين نيت هلف دولار قال له خلاص إحنا حنجيبه اللاعب لو كان عاجز يجيبنا حنبعطوكم نيت هلف دولار ولغم كده ما حصل في الموضوع على هذا الاسلوب ورغم إسماعيلي في كلامه قال رأك أن الأهل رغم أنه كان قد استأذن شفاهاتا خد عقوبة ليه خد عقوبة وأنا قلت لها مشهور اللاعبين لأن ما كانش فيه موافقة كتابية كتابية أنا ما اخترت إسماعيلي كتابة والإسماعيلي ما فيهش على هذا الكلام كتاباك ولذلك الأهل تعاقب والنادي الأهل تعاقب والانتقال لم يتم اللوايح موجودة هل تطبخ ولا مطبخش ده قضية أخرى وتمالي حنقول واللاعب يتوريب اللاعب ما هو أصل اللاعب لما يلاقي ناس مستعدية تخرق اللوايح من قبل يعني عشان خاطره هو يستطيع أن يستفيد ما هيعمل كده النهاردة بكرة وبعده لكن أنا عشان كده أنا دائما لا أميل إن أنا أتعاقب مع اللاعب إلا بعد أنا أتفل مع اللاعب على كل حق لكن أمدي عقدا وما نبيش عقل مش شايف إنه ليه قيمة إلا لو جبت الإستغناء بتاعه ودي حصلت مرة واثنين وثلاثة خدنا العيبة مريبناش الإستغناءات ولما طالبوا يتراجوا في عقدهم دينا لهم عقدهم خلي الأمور نبسطها وخلي اللي واحد تفعل ما فيش حد إيه لكن بقى إن الأمر لسه ومستنداته مش موجودة ويطلع مسؤولين في اتحاد الكرة ياخدوا أحكام مع الإعلام يصدروا أحكام أنت مقدماتش ورق هتظهر حطمة على ورق ومحققتش فيه لسه إزاي يعني هتعرف تقول إن ده ظلط ودعم الحقامين وده مش حقامين لازم تشوف كل حاجة لو إن النادي صاحب الشكوى قدم أربع عهود اللاعب ماضي عليها من حقه أن يشكر بس في نفس الوقت إذا لم يكن قد استأذى النبي فعليه جزاء لأنه قد ارتكر خطأ اللاعب النادي واللاعب أنا أفرد إن أنا دلوقتي استعارت منك لعيب ودقيت من خل ما أخترك كتابة إن أنا عايز اللاعب ومتفي معاك مضبت اللاعب إنت بقى لما اللاعب يرجعلك وتيجي تبيعه أقول ده مرة عقدين لكون تاني أسرع العقد اللي ماضي معاك مش سليل ما هو ما هو ده هي دي الأضاية هتنادي الزمالك والأهل وإمبي في قضية مؤمن زكري هو الحقيق بتول ده بالزبط هو القضية دلوقتي عبارة عن إيه هل اللاعب بتاع إمبي ولا بتاع الزمالك إذا كان بتاع إمبي خلاص مفيش أي مشكلة موجودة في الموضوع اللحظة الأخيرة هو خلاص راجع إمبي هل هو راجع إمبي ومن حق إمبي وإمبي أسجله في قوائمه وعادة بيعه مزجور طيب ما هو راح في نفس اليوم ما هو راح في نفس اليوم اللي مضى فيه رغبة واستغناء موجة وعقود الانتقال من نادي إمبي للنادي الأهلي راح في نفس اليوم مضى النادي الزمالك رغبة وعقود تفتسر إن ده يتصخ مع العقل إذا كان عمل كده براجل يعني طب عمل كده ليه هو مش عاجي يروح النادي الزمالك ده السؤال اللي أنا عمالة راحوا على نفسي لدرجة لأنا قلت للمشاهدين مش لأنا ولا أنت ليه ولا حد تاني لأن الورق مش إدامنا نحنش عارفين هو عمل كده لو ما عملش كده وأن التوقيع ده كان صادق لتوقيع من النادي الأهلي لأن مش معقول أنا حروح من النادي الأهلي وغمضي العقود وأشوف الستغناء وأكون أنا انتقلت بالفعل إلى النادي إمبي ونادي إمبي يعني إلى الطرف ثاني بعدين أروح بدون أن أكون قاصداً أو عندي الرغبة فيه إن أنا أستمر مع النادي الزمالك الوضع أنا مش حقاً براحكم فيه لما أشوف الورق إن أنا بحكي لك وبحلل لك الوضع الوضع بشكل عام لو أن عقد رعاية الثلاثي إلي بين الزمالك وإمبي وإمبي بينص على إن في أولاوية لنادي زمالك دون الرجوع إلى نادي إمبي خلاص ما ده من حق الزمالك ينوقع معه لو إن الكلام بيقول إن يرجع طوراً انتهاء الفطر في العارة إلى نديه الأصلي ووجتان الرجع إلى نديه الأصلي بغير من اللي هو عايزه ما محدش يقدر يعني يقول إن ذا الزمالك مش يبدأ لي إلي انتعاد الكرة اعتمد قائمة إمبي واعتمد انتقال الأهلي هي الأداد اللي هو فيه كلها في الأوراق التي قيل أنه وقعها للنادي زمالك هل هو وقع على أربع عقود؟ وهل ما وقعش على أربع عقود؟ لأن ده هو ده المستند اللي حيحسم إذا كان فيه أصل للشكوى ولا لأ لأن يفرض إن أنا عشان يعني أقول لك طب حوقع لك عقد بس ما تجيب استغناء هدي لك التلت عقود التانية المهضم إجراء مش قانوني مش سليم مش كامل يعني لو ماضي على تلت عقود بس مش هينفعل لازم أربع عقود لا لا لازم أربع عقود لازم فأنا عشان ما قداميشي ورا مش عارف حكم أنا بحلل الموقف سيبقوا الأطراف دي إنسى الأطراف والأسماء أنا بقول لك لا واللاعب حللت لك قلت لك إمتى يبقى من حق نادي صاحب الإعارة وإمتى يبقى من حق النادي الذي إعار الله ومن حقه يبيعه بعد كده للطرف اللي هو يتفق معاه الموضوع بسيط ومش عايزين نتالي مش عايزين إن الجماهير ندخلها في الموضوع مش عايزين نعمل احتقام واتحاد القرى عنده الشكوى وعنده المستندات وبعد كده ميز علام يستجع اللاعب يبقى شوف كلام اللاعب هيطلع يا مدان يا مش مدان مدان في عقوبات في هذا الأمر مش مدان خلاص نقفل الملف وإنت بقى بتقول إن الناس لو تصلحت مع بعض ده عين حق المجتمع ده عضية تانية بقى ده عضية تانية اه يعني ده ده مهم يا كابتن عدلي برضو إن يبقى عندنا مهم ده ده مهم إنت بقى مهم إنت إنه لما يتحط نظام وفيه رعبة نطبيقه بقى ده ده اللي بتكلم فيه لما نقعد نقول مساقشار بين الأنبياء ومش عارف ما تاخدش منه ده كلام غير واقعي مش حيحدث لا لا اللي حيبقى فيه لحظة علي دعم نفسه حيدعم نفسه دي مسئوليته قدام آآ نديل وقدام جماهير وقدام التاريخ أنا كنت دايما لما بسمع كلمة آآ بروتوكول التعاون اللي هو آآ انت متاخدش مني لعيبة وانا اخدش منك لعيبة ده كلام آآ يعني طب انا وانت مش هناخد من بعض والبقية الأنبياء هتاخد منه انا وانت حضيح انا وانت مزبوط 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 ده كلام مش مزبوط هتمنع الانتقال على كل الأنبياء مش هيحصل وقال لي بقى لك الامور في الاخر بتتوارد يعني إزاماتك عمل صفقات رائعة جدا لكن الساب لا عيبة كويسة اللي عيبة كويسة دي راح تأمدية نظامتها وافدتها صح وكذلك الاهلي طبعا 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 اللي عنده نفس طويل واللي عنده نظام واللي عنده استقرار بيقدر تكمل لحد الاخر وهو ده اللي بيبقى البطن صح كابتن عدل قيعي طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخل